في سنة 1974 تعرضت لحادث كبير غير مفهومة عن الحياة فتوفى صدقها وتشوه جزء بسيط من وجهها فأخذت قرار الاعتزال من بعد تعرضها للحادث وغيبت عن الساحة الفنية الأكتر من عشر سنوات لكنها رجعت مرة تانية بقوة في منتصف التمانينات بأفلام من انتجها وبالتحديد من خلال فيلم الشيطان يسكن بيتنا